سريعاً تتحرك الحكومة سويسرية بمعاية المصرف المركزي لاحتواء تعطر بانك كريدي سويس من خلال التوصل لاقتراض حوالي 54 مليار دولار للبانك الذي يواجه الانهيار وذلك بعد وقت قصير من هبوط حاد لأسهمه إلى 30% وسط موجة هبوط امتدت لأكبر البنوك العالمية سيتلقى كريدي سويس 50 مليار فرانك سويسري سيولة من البنك الوطني السويسري هذا مهم للغاية لأن السيولة تتعلق بتوضيح الأمر للأسواق وأيضاً للمستثمرين الذين باعوا الأسهم بسبب قلقهم من أن البنك لم يعد قادراً على الدفع هناك مشاكل نتجت عن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لا تتحمل البنوك المركزية المسؤولية عن هذا البؤس لكنها هي التي تسببت فيه والعديد من البنوك تواجه بالفعل مشاكل وإن تمكنت السلطات السويسرية بخطوتها من تطويق تداعيات انهيار ثاني أكبر البنوك في البلاد إلا أن الارتدادات العالمية تستمر في تهديد المعمورة بأزمة مالية تضاهي تلك التي شهدها القطاع المصر في العالم سنة 2008 في وقت لا تزال الضفة الأخرى من الأطلس تعيش على وقع توالي إفلاسات جراء تأثير الدومينو الذي أعقب إغلاق السلطات المالية في الولايات المتحدة بنك وادي السيليكون إفلاس وادي السيليكون بلغت ارتداداته إلى القطاع البنكي في بريطانيا البنك المركزي البريطاني سارع للاستحواذ بشكل سريع على وحدة البنك الأمريكي في البلاد في خطوة ترمي للحد من تداعيات انهيار البنك الأمريكي هلع كبير يسود أوروبا من تكرار سيناريو الأزمة المالية التي هزت الأسواق العالمية سنة 2008 إثر انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي وبات شبح الأزمة يلوح في الأفق خصوصا بعدما لمح خبراء إلى احتمال أن تلتحق بنوك أخرى بوادي سيليكون اشتركوا في القناة